رؤية استراتيجية لبناء الإنسان من الأولويات القصوى على رأس برنامج الحكومة الجديدة وذلك من خلال عدة مسارات من بينها المسار الصحية عبر إتاحة خدمة صحية متميزة هذه الاستراتيجية تتضمن تنفيذ أربعة برامج فرعية لتقديم خدمات طبية عالية الجودة وتعزيز الخدمات الوقائية وتحسين الصحة العامة وتحسين الخدمات الصحية المقدمة للمرأة والطفل فضلاً عن تقديم خدمات صيدلانية آمنة وفعالة كما تتضمن البرامج توسيع مشاركة القطاع الخاص في تقديم الخدمات الصحية دون التقليل من مسؤولية الدولة تجاه تقديم الخدمة الصحية للطبقات الأكثر احتياجاً وتوسيع قاعدة المنتفعين بالتأمين الصحي والتوسع في إنشاء المستشفيات التخصصية والقضاء على قوائم الانتظار للعمليات الجراحية فضلاً عن تطوير خدمات الإسعاف والطوارئ يأتي ذلك مع مواصلة الدولة العمل نحو تحسين خدمات الطب الوقائي والتنبؤ بالأمراض من خلال تعزيز قدرة النظام الصحي على مواجهة الأزمات والأوبئة ورفع معدلات التطعيمات الوطنية وبالتزام تعمل الحكومة الجديدة على تنفيذ وتطوير وتفعيل مشروعات رعاية الصحة الإنجابية ودعم الطفولة ومواصلة أنشطة تعزيز جهود المبادرة الرئاسية الخاصة بدعم صحة المرأة والألف يوم الذهبية لتنمية الأسرة المصرية هذا إلى جانب دعم بناء القدرات في مجال تطوير الصناعات الدوائية كما تستهدف الحكومة الجديدة تفعيل التحول الرقمي في مجال الرعاية الصحية الذي يهدف إلى استخدام الذكاء الاصطناعي والخدمات الرقمية في المنظومة الطبية وتشخيص الأمراض وتحسين حوكمة البيانات الصحية إضافة للاستمرار في بناء وتطوير القدرات البشرية في مجال الرعاية الصحية ويأتي ضمن البرامج التي وضعتها الحكومة للنهوض بمجال الصحة أيضا حوكمة الخدمات الصحية المقدمة بالمنشآت الصحية المختلفة لتقليل الهدر وتحقيق رضى المواطن والعمل على إصدار قانون المسئولية الطبية للحفاظ على حقوق الفريق الصحي والمرضى على حد سوى إذن هي خارطة طريق شاملة لتطوير المنظومة الصحية وتخفيف المعاناة عن كاهل المواطنين تنفيذاً للتوجهات الرئاسية في إطار الجمهورية الجديدة ورؤية مصر عشرين تلاتين مصارات ومحددات عدة ينطلق على أساسها برنامج عمل الحكومة لتحقيق استقرار الدولة ومواجهة التحديات الداخلية والتهديدات الخارجية ومن بين هذه المحددات محور تحقيق الاستقرار السياسي والتماسك الوطني والذي يقوم على مبادئ رئيسية حاكمة تضم دولة دموقراطية مدنية تقوم على أساس المواطنة وسيادة القانون وإعلاء قيم المساواة والعدالة الاجتماعية والقرامة الإنسانية والتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين وإعلاء قيمة المواطن والصعي إلى بناء الإنسان بناء متكاملاً وليس ذلك فحسب بل ستسخر الحكومة كل الإمكانيات المتاحة من أجل البناء على دولة قوية تمتلك القدرات الشاملة عسكرياً وسياسياً واقتصادياً واكتماعياً وتسعى إلى تحقيق السلام والاستقرار والتنمية تعزيز المشاركة السياسية والحكم الرشيد يأتي ضمن أولويات الحكومة وذلك من خلال دعم لا مركزية وتمكين المجتمع المحلي عن طريق العمل على سرعة إصدار قانون المجالس الشعبية المحلية وسرعة إجراء انتخاباتها بالإضافة إلى إتاحة آليات وتدابير لإشراق المواطنين في التخطيط وإدارة المشروعات والمرافق ومن بين المرتكزات التي يقوم عليها محور البرنامج أيضاً تعزيز التواصل السياسي مع كافة مكونات المجتمع كجزء من استراتيجيتها لتحقيق الشمولية والوحدة الوطنية وتسعى من خلال هذا التوجه إلى فتح قناوات حوار فعالة مع جميع الأطياف والفئات المجتمعية لضمان مشاركة واسعة في عملية صنع القرار وتعزيز التفاهم المشترك ويشمل هذا التواصل الاجتماعات الدورية مع مجلس أمناء الحوار الوطنية وممثل المجتمع المدني والنقابات والأحزاب السياسية والشباب والمرأة لضمان سماع أصواتهم وتلبية احتياجاتهم تعزيز الشفافية وتوفير المعلومات اللازمة للمواطنين حول السياسات والقرارات الحكومية من أهم المرتكزات التي يقوم عليها برنامج عمل الحكومة الجديدة وهو من شأنه المساهمة في بناء الثقة وتعزيز الانتماء الوطني ولم يخفل المحور الرابع من البرنامج أيضا تعزيز حقوق الإنسان وذلك من خلال تفعيل القانون رقم 19 لسنة 2024 الخاص برعاية حقوق المسنين وإصدار لائحته التنفيذية مع مواصلة العمل على ضمان عدالة توزيع ثمار التنمية ودعم تحقيق التنمية في المحافظات الحدودية بما يضمن اندماجها في المشروعات القومية الضخمة والاهتمام بالفئات الأولى بالرعاية وبالتوازي ستعمل الحكومة على تعزيز البنية التشريعية التي تكفل للمجتمع المدني ممارسة دوره بحرية واستقلالية والنظر في التعديلات المقدمة من خلال المرحلة الأولى للحوار الوطنية وكذلك تفعيل دور النقابات المهنية فضلا عن تعزيز ثقة المواطنين بالحكومة وخاصة فيما يتعلق بتعزيز مشاركة الشباب والمرأة في الحياة السياسية والاقتصادية كل هذا من شأنه أن يبني أواصر الثقة بين المواطن والدولة من خلال تعميق الشفافية والمساءلة المجتمعية والاستجابة لمطالب واحتياجات المواطنين وتعزيز سيادة القانون